تساوق إسرائيل نفسها كدولة تبيع أحدث الاختراعات التكنولوجية حول العالم وما برنامج بيكاسوس إلى واحد من المشروعات الأمنية المتطورة في سياق الترويج التجاري لصناعة أحدث أنظمة المراقبة وأدق الكاميرات والمجسات والأدوات والأليات العسكرية الأمنية الآن هذه السمعة التجارية على المحق مع استمرار الفشل الإسرائيلي في اعتقال ستة أسرفارين من سجن قلبوع الأحدث في إسرائيل الشباس أو مصلحة السجون عندها جهاز استخبارات عندها أمن عندها فحص ثلاث مرات باليوم ثلاث مرات عدد دائما في تجديدات دائما في استخدام أجهزة إلكترونية للتشويش مثلا على الأجهزة الخلوية كل ساعة تكلف الميزانية الشيء الكثير مع استدعاء قوات إضافية خلال فترة الأعياد اليهودية في وقت أصلا يعاني فيه الاقتصاد في المقابل تشكل منطقة جينين تهديدا أمنيا كبيرا ولربما يسعى الجيش لاستغلال الفرصة لضرب قواعد المسلحين الفلسطينيين بعملية عسكرية واسعة إلا أن الأجواء السياسية تشير لعودة النشاط الدبلوماسي أما المجتمع الإسرائيلي منفو إذاع الخبر وهو قلق حتى الآن لم يتم الإعلان في أي منطقة بيتم التفتيش عنهم لأنه رح يعكس نفسه على السكان اليهود هذا من الناحية أنه رح يدخلوا بحالة رعب أنه فيه ناس خطيرين في منطقتهم وفي نفس الوقت إذا فيه هناك في المنطقة عرب ممكن يساعدوهم إذا سمعوا لكل دولة سمعة وقيمة تتشكل من إنجازاتها وإخفاقاتها لهذا يخشق خبراء الاستراتيجية الإسرائيل على سمعة إسرائيل القوية الجريئة والمتطورة مع سلسلة من الأحداث مثل الضرب تل أبيب وأحداث القدس والشيخ جراح ومن ثم قتل قناص إسرائيلي من خلف جدار اسمنتي وكلها حدفت قبل أشهر فقط هذه الأضرار التي تحدثنا عنها سوف تزداد إذا امتدت فترة هروب أولئك الأسرة الأمر الذي لا ربما سوف يؤثر على استقرار الحكومة الإسرائيلية التي هي أصلا غير مستقرة وتحديدا ثقة الجمهور الإسرائيلي بأن هذه الحكومة تستطيع الإمساك بزمام الأمور أحمد البوديري قناة الغد القدس المحتلع